السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبات وطالبات الصف الثالث السنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في مادة الحاصلات البستانية مادة الزينة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نظم تنصيق الحضائق واتكلمنا عن كيفية استخدام النباتات في تنصيق الحضائق واتكلمنا عن العناصر النباتية وقلنا العناصر النباتية زي الأشجار والشجيرات والمتسلقات والأسيجة النباتية والنباتات الوصارية والأبصال المظهرة وتكلمنا عن العناصر البنائية وقلنا العناصر البنائية مثل المنشآت اللي هي بتكون زي مقاعد وزي أماكن الجلوس وزي البرجولات وتكلمنا عن العناصر المائية وقلنا زي البرك وزي المستنقعات وزي البحيرات وزي الفساقي هنتكلم النهاردة عن أنواع الحضائق وحنتكلم عن كيفية صيانة الحضائق وقبل ما نتكلم عن أنواع الحضائق هنتكلم عن جزئية ما تكلمناش عنها المرة اللي فاتت النباتات العشبية المزهرة الحولية والمعمرة هنتكلم النهاردة عن مجموعة النباتات العشبية المزهرة الحولية والمعمرة بنقول إن النباتات العشبية دي هي بتكمل الصورة النهائية للحضيقة يعني لازم ان انا ازرع في الحديقة نباتات عشبية مزهرة وحولية ومعمرة وان هي بتعتبر كسياج اخضر او مزهر زي عباد الشمس وممكن ان انا بزرعها تحت الاشجار زي الوين كروزا وابو خنجر وفي بعض النباتات او الانواع بتكون غزيرة التفرية او زي حفا بتستخدم كمغطيات طربة بعد كده قلنا اهم ما يرعى عند انشاء التنصيقات الزهرية علشان اعمل تنصيقات زهرية اول حاجة ان انا ببتدي ان انا احسب نسبة المساحة المنزرعة بالنسبة للمساحة الكلية للحديقة تاني حاجة التأثير الجمالي للتنصيق الزهري بعد كده ان انا بجمع بين الازهار والاحجار والتماثيل بالنسبة هنا في التنصيقات الزهرية ان انا بستخدم الحضائق المائية والفصاقي وبعد كده ان انا بنفذها في صورة اشكال هندسية وان انا بستخدم فيها عدة انواع بتكون زي ارتفاع واحد وزي حجم واحد بعد كده تكلمنا برضو قلنا اشكال التنصيقات الزهرية قلت عندي اشكال التنصيقات الزهرية تنصيقات زهرية زي اشكال طبيعية في حاجة اول حاجة يبقى احنا لان هنا في اشكال التنصيقات الزهرية عندي حاجتين تنصيقات زهرية زي اشكال طبيعية وتنصيقات زهرية زي اشكال هندسية بالنسبة هنتكلم اول حاجة عن التنصيقات الزهرية زي اشكال الطبيعية اول حاجة عندي المجموعة بالنسبة للمجموعة ان هي بتكون عدد من النباتات بتكون من نوع واحد او بتكون من انواع مختلفة دي بتكون زي اشكال غير هندسية يبقى هنا انا بزرع النباتات في مجموعات سواء بيكون نوع واحد من النباتات او اكتر من نوع وان انا بزرعها في شكل غير هندسي بعد كده عندي المسطح الزهري ان هو بيكون مساحة كبيرة متأسفة هنا مكتوبة صغيرة بالنسبة للمساحة اللي هي بتكون صغيرة اللي بتزرع بالعشبيات المعمرة اللي هي بتكون عبارة عن الجزيرة ان هي بتكون عبارة عن مساحة صغيرة ان انا بزرعها بالعشبيات المعمرة دي بتكون فوق سطح او فوق المسطح الاخضر وان انا بشاهدها من جميع الجوانب بعد كده عندي المسطح الزهري ده بيكون مساحة كبيرة ان انا بزرعها بالنباتات العشبية بعد كده عندي اللون الزهري بالنسبة لللون الزهري زي ما حضراتكم كده شايفين في الرسمة في لونين من النباتات إن أنا بزرع نوع واحد من النباتات أو بزرع أكتر من نوع بتكون ذاتة لون واحد وإن أنا بزرعها في مساحة صغيرة أو مساحة كبيرة دي بتكون مزروعة بالعشبيات المعمرة بعد كده عندي الشريط بالنسبة للشريط إن أنا بزرع الظهور على شكل شريط بيكون طويل ده بيكون بجانب ممشى او بيكون بجانب مبنى بعد كده عندي في حاجة اسمها البردورة يعني البردورة ان انا بزرع الظهور دي بتكون مختلفة في الارتفاع بيكون ارتفاعها من 15 الى 50 سنتي وان انا بزرع الانواع اللي هي القصيرة بتكون كسيفة التزهير وان انا ببتدي ان انا ادرج النباتات العشبية ان انا بدرجها من النباتات اللي هي بتكون قصيرة الى النباتات اللي هي بتكون اقصر ارتفاع يبقى دي بالنسبة للبردورة ان انا بزرع نباتات معمرة او نباتات عشبية معمرة ارتفاعها بيكون من 15 الى 50 سنتي دي بتكون مختلفة في الاطوال ان انا بزرع النباتات القصيرة بتكون كسيفة بزرعها بالتدريج النباتات القصيرة ثم النباتات الاقصر طولة بعد كده عندي الاركان الخاصة بالنسبة الاركان الخاصة ان هي بتكون عبارة عن نظام من المساحات المشغولة بالازهار والمسطحات الخضراء وهنا بتكون زي ما حضراتكم كده شايفين في الرسمة ان هي بتكون على الشكل هندسي ان انا بزرع زي السنانير وزي الانواع الشغيرية اللي هي الشغيرات ان انا ممكن بعملها اركان خاصة ان انا ببتدي ان انا بشكلها باشكال هندسية وهنا لا يوجد فصل بين الظهور وبين المسطح الاخضر بعد كده احنا تكلمنا عن التنصيقات الزهرية زي الاشكال الطبيعية بعد كده التنصيقات الزهرية زي الاشكال الهندسية اول حاجة عندي تنصيقات زي اشكال هندسية بسيطة زي المربع ان انا بعمل شكل الشجرة بيكون على شكل النباتات قصدي على شكل مربع او على شكل مستطيل او دائرة وان انا بزرع فيه نوع واحد بعد كده هنا التنصيقات زي ما حضراتكم كده شايفين في الرسمة هنا ان هي بتكون زي اشكال هندسية معقدة بتكون لان هنا بتكون المساحة بتكون مختلفة في الارتفاع بعد كده عندي تالت حاجة المزايق بالنسبة للمزايق ده بيكون اجمل التنصيقات زي ما حضراتكم كده شايفين ان هي بتكون اجمل التنصيقات بس بتكون اكثرها صعوبة لان انا هنا انا بنصق عن طريق النباتات ان انا بزرع نباتات بزرع نوع او نوعين من النباتات ان انا بعملها باشكال هندسية بتكون متدخلة مع بعضها وان هي بتكون قابلة للقص والتشكيل عندي هنا الامثلة البيجونية والكوليس ممكن ان انا بزرع الاثنين مع بعض وبعملهم باشكال هندسية يبقى هنا قلنا المزايق ان هو بيكون اجمل التنصيقات واقصرها صعوبة وان انا بزرع عشبيات معمرة في اشكال هندسية بتكون متدخلة بتكون قابلة للقص والتشكيل مثل البيجونية والكوليس بعد كده عندي يبقى انا اتكلمت في الاول قلت ايه هي العناصر النباتية قلت العناصر النباتية الاشجار الشجيرات المتسلقات النباتات العشبية اللي احنا لسه متكلمين عنها والمعمرة قلت الابصال المزهرة قلت المتسلقات بعد كده هناخد بعد كده العناصر البنائية بالنسبة للعناصر البنائية بتنقسم لحاجتين اللي هي عبارة عن المنشآت واللي هي عبارة عن العناصر المائية هنتكلم دلوقتي عن المنشآت بالنسبة للمنشآت هنا اول حاجة عندي الطرق والمشيات انا دلوقتي في الحديقة اول حاجة انا بعملها في الحديقة عبارة عن الطرق والمشيات ان انا بيكون عرض الحديقة لا يقل عن 60 سنتي بحيث ان هو سهولة وراحة المرور بعد كده عندي اننا لازم يكون فيه ميول وفيه ممرات بس بتكون تتراوح من واحد الى واحد ونص بعد كده اننا لازم اهتم بالنواحي البصرية واننا اهتم بالممرات المنشأة علشان اعطي للزائر مشاهدات ممتعة بعد كده عندي ايه هي المواد اللي انا بقدر ان انا استخدمها في الطرق والمشيات اول حاجة ان انا بستخدم الخرصانة بستخدم البلاط بستخدم الرمل بستخدم الاسمنت بستخدم الاسفل بستخدم الخشب دي بتكون مواد مستخدمة ان انا بقدر استخدمها في الطرق والمشيات بعد كده عند المقاعد وأماكن الجلوس تاني حاجة دي بتكون مطلة على المناظر الأساسية في تنصيق الحديقة بعد كده عندي تالت حاجة البرجولات أو التكعبات إن أنا بعملها عبارة عن تكعبات بعملها على امتداد الطرق والمشايات وإن هي بتقام طبعا في الأماكن المشمسة وفي أركان الحديقة بهدف إن أنا أهيأ العزلة والروحة للزائر بعد كده عندي الأقواص والعقود إن هي بتكون عبارة عند دعامات إن أنا بزرع عليها النباتات المتسلقة بحيث إن أنا بجمل بيها المدخل وبجمل بيها البوابات بعد كده عندي المجسمات البنائية إن أنا بتكون موجود في فكرة أو ذكرى أو طراز أو تاريخ إن أنا بعمل مجسم بنائي وبعد كده بنشأ نفورة في وسط الحديقة بعد كده عندي الأحواض البنائية إن هي بتنشأ في أماكن بتكون ملاصقة أو بتكون مجورة وإن أنا بزرع فيها الأشجار وإن هي بتستخدم بأشكال هندسية وبتكون متوافقة مع المنزل والحديقة بعد كده زي ما حضراتكم هنا شايفين في الرسمة دي بتكون عبارة عن الطرق والمشيات إن أنا أهي بعملها عن طريق البلطات بعد كده المجسمات بيكون في مجسم موجود أهو بعد كده دي اللي هي عبارة عن المقاعد وأماكن الجلوس البرجولات أو التكعبات بعد كده دي بتكون عبارة عن الأقواص إن أنا بزرع عليها نباتات متسلقة إن أنا بتنشأ في المدخل أو بتنشأ في البوابات بعد كده دي بتكون عبارة عن أحواض بنائية إن أنا بعملها في المنزل بحيث إن أنا ممكن بزرع فيها النباتات العشبية المعمرة أو الحولية بعد كده عندي العناصر المائية بالنسبة للعناصر المائية بترجع أهمية استخدامها إلى تأثيرها الجمالي أول حاجة يجب مرعاة أول حاجة الإضاءة الليلية بحيث أنها بتعطي جمال للماء تاني حاجة يمكن استغلال الماء الناتج في رأي المسطحات الخضراء ونباتات الحديقة بعد كده أن أنا بشوف مكان النفورة بالنسبة للشمس بعد كده عندي أهم المسطحات الخضراء المائية أو أهم العناصر المائية المستخدمة في تنصيق الحضائق أول حاجة عندي البرك البحيرات الصنوعية الشلالات النفورات الفسقيات بعد كده دي بتكون صورة الفساقي دي بتكون صورة طبعا الفساقي إن هي بتكون عبارة عن أحواض مائية بتنشأ ممكن الأحواض المائية أنا بزرع فيها نباتات بتكون مائية زي اللوتس ورد النيل فبزرع فيها النباتات اللي هي بتكون مائية بعد كده النفورات دي بتقام طبعا هنا في وسط الحديقة بعد كده عندي الشلالات دي إن أنا بعملها في مناطق بتكون صخرية بتقام في مناطق بتكون صخرية بعد كده عندي البرك طبعا يفضل ان انا لما اجي اعمل البرك انه هو بيكون فيه اماكن طبعا للجلوس ويفضل ان انا ازرع حوالين البرك نباتات بتكون بارتفاع 50 سمتي وان البركة ما تكونش عميقة يعني حرصا على الاطفال بعد كده علشان اعمل ميزانية لانشاء حديقة اول حاجة انا عايزة انشاء حديقة اول حاجة انا بعملها ان انا بحسب التكاليف بحسب تكاليف حفر وردم الحديقة تاني حاجة ان انا في الحديقة لازم توفر شبكة الري يبقى هنا بحسب تكلفة شبكة الري بعد كده اجور العمال ان انا فيه عمال هتساعدني في الحديقة فلازم احسب اجور العمال بعد كده بعمل تكلفة العناصر النباتية انا هشتري نباتات بقد ايه يبقى هنا بشوف تكلفة العناصر النباتية وبعد كده ببتدي ان انا اشوف تكلفة السماد العضوي اللي انا هسمت بين نباتات وبعد كده بشوف اسعار الادوات لان انا وانا بزرع ان انا لازم استخدم ادوات وبعد كده تكلفة العناصر البنائية يبقى هنا العمل ميزانية لانشاء حديقة لانه ممكن يجيلي في الامتحان اول حاجة يلزم ان انا بحدد تكاليف مكعبات الحفر والردم ان انا بشوف تكلفة شبكة الري تكلفة اجور العمال تكلفة العناصر النباتية تكلفة السماد العضوي اسعار الادوات تكلفة العناصر البنائية هنتكلم عن انواع الحضائق وحنعرف ايه هي انواع الحضائق وكيفية صيانتها دي كانت جزئية من الدرس اللي فات حاولنا ان احنا نستكملها فحنبتدي ان احنا ناخد انواع الحضائق بالنسبة عندي انواع الحضائق طبعا بالنسبة لانواع الحضائق طبعا عارفين اول حاجة اللي هي عبارة عن الحضائق العامة وفي حضائق الميادين وفي الحضائق المنزلية وفي حضائق الأسطح حنتكلم عن كل واحدة منها وحنبتدي نعرف أهم ما يرعى عند إنشاء كل حضائق من الحضائق حنتكلم دلوقتي عن الحضائق العامة أنا علشان أعمل حضائق عامة أول حاجة اتساع مساحات المسطحات الخضراء إن لازم تكون مساحات المسطحات الخضراء تكون المساحة بتكون كبيرة وإن أنا بزرع أشجار وشجيرات بيكون في تنوع في زراعة الأشجار والشجيرات بعد كده إن أنا ببتدي إن أنا أزرع طبعا مساحة الحضائق العامة بتكون المساحة بتاعتها كبيرة فأنا ببتدي إن أنا أنصقها على النظام الطبيعي لو تفتكروا أنا قلت في حضيقة الحيوان إن هي بتكون النظام المختلط إن أنا بجمع بين النظام الطبيعي وبجمع بين النظام الهندسي بحيث إن النظام الطبيعي إن أنا بزرع الأشجار والشجيرات إن أنا بصيبها بطبيعتها مجرد لو في عملية تقليم إن أنا بعمل عملية التقليم لكن بالنسبة لأشكال الهندسية إن أنا المنشآت أو العناصر المائية بتكون موجودة بطريقة هندسية يبقى هنا بالنسبة للحضائق العامة بتكون طبعا المساحة كبيرة إن أنا بقطر من المسطحات الخضراء وإن أنا بزرع الأشجار وبزرع الشجيرات وإن أنا بستخدمها على النظام الطبيعي بعد كده في أي حضيقة لازم إن أنا أوفر الخدمات وإن أنا أوفر عوامل الراحة وأماكن الجلوس وإن أنا أوفر طبعا أماكن ألعاب للأطفال وإن أنا أوفر المسجد بعد كده بالنسبة برضو للحضيقة الحيوان دي بتكون تحتوي طبعا على العديد من الحيوانات المائية البرمائية الزواحف الطيور يبقى هنا بالنسبة للحضيقة العامة إن هي بتكون المساحة بتاعتها كبيرة وإن أنا بنصقها على النظام الطبيعي بعد كده هنتكلم عن طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين ده شكل الحضيقة العامة إن أنا بزرع الأشجار طبعا بتكون مزرع في أحواض بتكون مزرع فيها نباتات عشبية إن أنا بعمل نظام دايرة بزرع فيها نباتات عشبية وبتكون اللي هي بتكون موجود في أسيجة وبتكون موجود في نباتات تحديد وبيكون موجود فيه برضو زي ما حضراتكم كده شايفين النخيل بعد كده تاني حاجة عندي الحضيقة المنزلية بالنسبة للحضيقة المنزلية دي بقسمها لتلات حاجات اللي هي الحضيقة اللي هي بتكون أمامية والحضيقة خلفية وحضيقة الخدمات بالنسبة هنا الحضيقة المنزلية دي اللي بتحيد بالمنزل طبعا المساحة بتاعتها هنا بتكون صغيرة إن أنا بقسمها إلى تلات أجزاء أول حاجة الحضيقة الأمامية ده أول جزء أنا بشاهده عند الدخول ويرعى في تنصقها أول حاجة زي ما حضراتكم كده شايفين في الرسمة أنا هنا في الحضيقة الأمامية المسطح الأخضر هنا بيكون مكشوف ما بيكونش فيه لا أشجار ولا شغيرات إن أنا ممكن بزرع الأشجار وبزرع الشغيرات إن هي بتحيد بالمنزل وبتكون أحجامها مناسبة بعد كده إن أنا بعمل هنا طريق مباشر للمدخل يبقى هنا بيكون فيه طريق مباشر للمدخل وإن أنا بزرع مسطح أخضر ما تشوف ما بزرعش فيه أشجار بعد كده عندي حضيقة الحضيقة الخلفية الحضيقة الخلفية دي بتكون خاصة بالأسرة أو بتكون خاصة بالزوار إن هو بيرعى فيه تنصقها أول حاجة تحديد رغبة الأسرة أو رغبات الأسرة ومناطق عناصر التصميم أنا بعمل التصميم على أساس إيه بعد كده بحيث إن هي بتريح النظر زي ما حضركم شايفين فيه أماكن للجلوس وببتدي إن أنا بزرع أشجار طبعا كإطار خلفي للمنزل وعلشان أعزل بين الحضيقة الأمامية والحضيقة الخلفية إن أنا بزرع أسيجة ببتدي إن أنا أعزلها بوسطة أسيجة وإن أنا برضو الأسيجة بتستخدم في إخفاء المناظر الغير مرغوب فيها هنا برضو في الحضيقة الخلفية إن أنا ببتدي إن أنا أتنوع في النباتات وفي عناصر التصميم دي بالنسبة للحضيقة الخلفية بالنسبة طبعا لحضيقة الخدمات حضيقة هي بتفيدني إن أنا ممكن بزرعها خضروات أو ممكن بزرعها ظهور قطف وممكن بزرعها نباتات طبية أول حاجة بالنسبة لحضيقة الخدمات إن هي تكون قريبة من المطبخ أو بتكون قريبة من الجراش إن هو بيكون لها باب مخصوص وإن هي بتحجب الحضيقة الأمامية والحضيقة الخلفية يبقى خدنا الحضيقة بالنسبة لحضيقة المنزل خدنا ثلاث حاجات الحضيقة الأمامية الحضيقة الخلفية حضيقة الخدمات وتكلمنا عن كل واحدة فيها بعد كده هنتكلم عن حضائق الأطفال بالنسبة لحضائق الأطفال أنا عشان أعمل حضائق خاصة بالأطفال أول حاجة إن أنا بعمل الحضيقة بتحاط طبعا بصور من المباني ويكون الخروج من باب واحد حرصا على سلامة الأطفال بعد كده إن أنا لازم أوفر مسطحات خضراء وبتكون طبعا مساحات كبيرة وإن أنا بزرع مسطحات خضراء بحيث إن هي تتحمل الدهس وبعد كده إن أنا طبعا بوفر أماكن بتكون مزللة بأشجار أو برجولات على حواف المسطحات وبيكون أسفلها أماكن الجلوس ويفضل طبعا موجود مكتبة للطيف زي ما حضركم كده شايفين في أماكن لعب الأطفال وإن أنا هنا بزرع مسطحات خضراء بالنسبة هنا برضو دي بتكون لعب للأطفال بس هنا بيكون موجود رمل إن أنا بخصص برضو جزء بيكون موجود فيه الرمل وبعد ببتدي إن أنا أنضفه من فترة للأخرى بعد كده عندي الطرق والمشايات بالنسبة للطرق والمشايات إن أنا بعمل الطرق والمشايات تكون بدون منحنيات كبيرة بحيث إن هي حرص برضو على سلامة الأطفال أو لمنع قوة الأطفال بعد كده إن أنا يفضل إن أنا بيكون موجود في الحضائق دي يكون موجود فيها تماثيل لحيوانات أو طيور أو الشخصيات بتكون شخصيات بتكون محببة للأطفال وإن أنا في الحديقة الأطفال إن أنا بعمل مكان منعزل بزرع فيه العشبيات اللي هي النباتات العشبية بحيث إن أنا بحبب الأطفال إن هم على ابتناء النباتات بعد كده يجب ألا تحتوي حضائق الأطفال على أي نباتات بيها أشواك أو أي مواد سمة بعد كده يمتنع طبعا إن أنا أكافح أي قافة أو أي أمراض تظهر بالمزرعات بتاعتي اللي أنا زرعيها بأي سموم أو كيمويات لإن دي حضائق أطفال وممكن الطفل تؤثر على ضرر الطفل بالضرر بعد كده عندي حضائق الميادين بالنسبة لحضائق الميادين أهم ما يراعى فيها أول حاجة إن هي تكون متمشية مع تنصيق الشارع أو الطريق وإن زي ما حضراتكم كده شايفين إن أنا بزودها بعمدة للإضاءة وإن هو بيكون فيها أماكن للجلوس بعد كده إن أنا بزرع طبعا مسطحات خضراء وبزرع فيها النخيل وبزرع فيها الأشجار وبزرع فيها الشغيرات المزهرة وبتكون الحضائق هنا محورية وبتنشأ عليها التوجزر بتمتد بامتداد الطريق يبقى حضائق الميادين إن أنا بتكون متمشية مع تنصيق الشارع أو الطريق وإن هي بتزود بتكون مزودة بعمدة للإضاءة وأماكن الجلوس بعد كده عندي حضائق الشرفات طبعا حضائق الشرفات إن أنا ممكن بستغل البلكونة إن أنا بزرع فيها نباتات هنا إن أنا بزرع الأشجار وبزرع الشجيرات وبزرع العشبيات طبعا أنا بزرع في قصص أو بزرع في أحوات بتكون مبنية هنا إن أنا يمكن زراعة النباتات الطبية والعطيرية ممكن بزرع الرحين والعطر والشيح والنعناع وإن أنا بزرع المتسلقات اللي هي بتكون ذاتى الجزور اللي هي بتكون سطحية وبتكون مستديمة الخضرة وإن أنا بزرع نباتات الزينة وبرضو بزرع النباتات اللي أنا بكلها زي الشبت والبق دونس بعد كده دي بالنسبة لحضائق الشرفات زي ما حضراتكم كده شايفين ان انا زرع النباتات بتكون موجودة في قصص وفيه برضه صورة تاني بتوضح ان انا بجيب الاشجار او الشغيرات بتزرع في قصص اهي بتكون كبيرة الحاج وان برضه بزرع النباتات العشبية بزرعها برضه في قصص بعد كده عندي حضيقة النوافذ بالنسبة لحضيقة النوافذ ان انا لازم اختار المكان ولازم اختار التصميم المناسب علشان لا يؤدي الى سقوط مادة من مواد الانشاء على المرة يعني ان انا لازم وانا بنشأ الصناديق الاسمنتية لازم انشأها بحرص بحيث ان هي لا تؤدي الى سقوط اي مادة منها على المرة الناس اللي هي ماشية بعد كده عندي حضائق الاسطح بالنسبة لحضائق الاسطح طبعا بالنسبة لحضائق الاسطح بتكون مهمة وبتكون برضه جميلة ان انا ممكن بستغل الاسطح ان انا بعملها ان انا بزرع فيها نباتات بكده انا بعطي مظهر جمالي وبالتالي ان انا بحافظ على نظافة الصطط ان انا ببتدي ان انا في الاسطح ان انا بعمل صور وان انا بشوف ان انا بضع مادة عزلة بتكون موجودة على السقف اللي منع تصارب المياه من الاسطح للسقف ان انا طبعا بشوف النباتات ما بزرعش نباتات تقيلة او نباتات الجزور بتاعتها بتكون متعمقة حتى لا تؤثر على السقف وبعد كده ان انا طبعا بختار النباتات المجموع بتاعها المجموع الجزري بيكون محدود وطبعا انا بزرع نباتات لا تحتاج الى صيانة كبيرة بالنسبة هنا زراعة الاسطح بالنسبة لزراعة الاسطح سهلة جدا وممكن ان انا بعملها بس بتكون بقل تكلفة ان انا بجيب ترويزات زي ما حضراتكم كده شايفين بجيب ترويزات من الخشب وان انا بعملها وببتدي ان انا اعمل ممكن بخط اكياس او بخط مشمع على الترويزات وابتدي ان انا اخط التربة بتاعتي وليكن تربة البتموس وبعد كده ببتدي ان انا ازرع النباتات وبعد كده ببتدي ان انا بعمل فتحة لو حضراتكم كده شايفين في وعاء بيكون موجود تحت الترويزات ممكن ان انا بعمل فتحة بحيث ان هي بتخرج الماء الزائد عن حاجة النبات بتبتدي ان هي تنزل الماء الزائد عن حاجتها بتنزلها في الوعاء وبكده انا حفظت على السطح من الماء يبقى دي بالنسبة لزراعة الاسطح بتكون طريقة سهلة جدا وبأقل تكلفة ان انا ممكن بعملها بالشكل اللي هو موجود ده وممكن برضو ان انا بعمل ترويزات وممكن بخط القصاري زي ما حضراتكم كده شايفين في ترويزة اهي موجود فيها القصاري ان انا حطاها جوه الترويزة زي ما انا قلت برضو طبعا لان القصص بتكون موجود فيها فتحات بتخرج الماء الزائدة عن حاجتها اه فانا بضع وعاء تحت الترويزة اه بعد كده عندي صيانة الحضائق اه يبقى بكده انا اتكلمت عن انواع الحضائق وقلت ايه اللي يجب اه او الشروط الواجب توفرها عند انشاء الحضائق اه دلوقتي هنتكلم عن صيانة الحضائق انا زرعت نباتات المفروض انا بعمل لها عملية صيانة هنا بالنسبة للصيانة بتشمل لصيانة المسطحات اه صيانة الاشجار صيانة الشجيرات الاسيجة اه المتسلقات اه مغطيات التربة اه اول حاجة انا بعملها اه القص وتشكيل الاشجار اه بالنسبة قص وتشكيل الاشجار ان هو بيكون عبارة عن تنصيق النبات ان انا بنصق النبات بشكل جمالي يبقى هنا عملية تنصيق القص وتشكيل الأشجار إننا بنصق النبات بشكل جمالي أول حاجة أنا بعملها تشكيل الأوراق إننا بعتمد بس على النبات في تشكيل الأوراق بالنسبة لتشكيل الأوراق ده طبعا بيتطلب مهارة ويتطلب دقة إننا ببتدي إننا أشكل الورق علشان أشكل الورق إننا ممكن ببتدي إننا أعمل أسلاك معدنية وأبتدي إننا بعمل عملية القص الزائد للحصول على الشكل المطلوب يبقى ده بالنسبة لقص الأوراق بالنسبة هنا زي ما حضراتكم كده شايفين شكل الشجرة هنا أنا بنصق أو بعمل عملية تشكيل للأوراق للشكل اللي أنا عايزة الشكل المطلوب بعد كده تشكيل السقان زي ما حضراتكم كده شايفين هنا أنا بسيب الفروع أو بسيب الأوراق بطبيعتها لكن أنا هنا بعمل عملية تشكيل للسق لكن دي بتحتاج طبعا لوقت طويل الغرض منها هنا أن الفروع دي بتعمل على تغطية الممر أو بتعمل على توفير الظل يبقى هنا بالنسبة لتشكيل سيقان النبات وفروعه أن هي بتتطلب وقت طويل ويمكن توجيه الفرع والسق لاتخاذ شكل معين طبعا الغرض منه العمل على تغطية ممر المشاة بعد كده عندي زي ما حضراتكم كده شايفين طبعا ده من أجمل برضو التصميمات أو التصميمات أو التشكيلات اللي بتتعمل أن أنا بشكل النبات كله أن أنا بعمل تشكيل للنبات كله ده بيستخدم طبعا في المعارض وبيستخدم في الميادين دي بتعتمد طبعا على ألوان النباتات وبتعتمد على حجم النبات وأن هي بتكون طبعا زي ما أنا قلت من أجمل أنواع القص والتشكيل يبقى هنا خدنا تشكيل الأوراق تشكيل السقان النباتات أن أنا بعمل تشكيل للسقان فقط هنا أن أنا بعمل تشكيل للنبات كله وقلت ده بيكون من أجمل التنصيقات اللي أنا بستخدمها وأن هي بتستخدم في المعارض وبتستخدم في الميادين وطبعا دي بتعتمد على ألوان وأحجام النباتات بعد كده عندي في أشكال هندسية أنا بعملها لقص وتشكيل الأشجار أول حاجة عندي فيه شكل الهرمي وفيه الشكل الكأسي وفيه الشكل الاستواني بالنسبة هنا للشكل الهرمي أن أنا طبعا بسيب الساق الأصلية أن هي بتنمب طبعتها وبعد كده بعمل لها عملية قرط يعني إيه قرط؟ يعني عملية قص بحيث أن هي تبتدي أن هي تديني أفرع جانبية وبعد كده أن أنا ببتدي أن أنا بعمل القص من أعلى بحيث أن هو يديني شكل الهرم يبقى هنا بالنسبة للطريقة الهرمية أن هي بتترك الساق الأصلية تنمب طبعتها وبعد كده ببتدي أن أنا بعمل لها عملية قرط وبعد كده تبتدي أن هي تديني أفرع جانبية وأبتدي إن أنا أقلم الأفرق الجانبية العليا بحيث إن هي بتديني الشاكل الهرمي ده بيكون مثل أنواع الفيقس بعد كده عندي الشاكل الكأسي أو القمعي هنا إن أنا بترك الساق الأصلية بتنمو إلى الارتفاع المطلوب وبعد كده برضو بنعمل عملية قرد عشان تبتدي إن هي تكون الأفرق الجانبية وبعد كده ببتدي هنا بقى إن أنا بسيب الأفرق الجانبية وببتدي إن أنا بعمل عملية تقليم للأفرق أو اللي هي بتكون السفلية وبعملها هنا تقليم جائر يعني إيه تقليم جائر إن أنا ببتدي إن أنا أقلم حوالي 3 تربع الفرق إن أنا بقطع 3 تربع الفرق بالنسبة هنا عندي الشاكل الأسطواني إن أنا بترك برضو الساق الأصلية تنمو ثم ببتدي إن أنا بعمل لها عملية قطع وبعد كده ببتدي إن هي علشان تشجع تكوين الأفرق الجانبية وبعد كده ببتدي إن أنا أقلمها من أعلى إلى أسفل يبقى ده علشان تاخد الشاكل الأسطواني يبقى بالنسبة هنا الأشكال الهندسية قلت أول حاجة الشاكل الهرمي تاني حاجة الشاكل الكأسي تالت حاجة الشاكل الأسطواني قلت الشاكل الهرمي إن أنا بسيب الساق الأصلية بتنمو إلى الارتفاع المطلوب وبعد كده بعمل عملية قرد بعمل عملية قرد بحيث إن أنا بكون أو بعمل على تشجيع تكوين الأفرق الجانبية وأبتدي إن أنا أعمل تقليم الأفرق اللي هي بتكون العليا دي طبعا بتكون أقرب مثال إن أنا ممكن بعملها الشاكل الهرمي مثل الفيقس بعد كده عندي اللي هو الشاكل الكأسي بالنسبة للشاكل الكأسي إن أنا بسيب برضو الساق الأصلية بتنمو وبعد كده بعمل لها عملية قرد وبعد كده بسيب علشان تبتدي إن هي تكون لأفرق بتكون جانبية وبعد كده ببتدي إن أنا أقلم الأفرق اللي هي بتكون السفلة اللي هي بتكون موجودة بتحت بحيث إن هي بتديني شاكل الكأس بعد كده عندي التقليم أو الشاكل الاستواني إن أنا برضو بسيب الساق الأصلية بتنمو وبعد كده بعمل لها عملية قرد وتبتدي إن هي تديني أفرق جديدة أو أفرق جانبية وبعد كده ببتدي إن أنا بعمل لها عملية تقليم من أعلى إلى أسفل ده بيكون تقليم جائر وقلنا يعني ايه تقليم جائر ان انا بعمل عملية قص 3 تربع الفرق بالنسبة عندي هنا تقليم الاشجار طبعا بالنسبة لتقليم الاشجار دي طبعا بتختلف حسب حجم ونوع الشجرة وحسب الموسم المناسب للتقليم اول حاجة عندي موعد التقليم لانه ممكن يجيلي في الامتحان يقولي موعد التقليم في الاشجار المزهرة انا طالما عندي اشجار مزهرة طبعا احنا عارفين يعني ايه التقليم تقليم ان انا بعمل ازالة للافرق اللي هي بتكون مصابة بتكون مكسورة بتكون ميتة بتكون متزحمة ان انا بعمل لها عملية ازالة ما ينفعش ان انا اعمل عملية ازالة اثناء التزهير يبقى هنا الاشجار المزهرة ان انا بعمل عملية التقليم بعد انتهاء موسم التزهير بعد كده عند الاشجار المستديمة دي بتبقلمها في الربيع وفي الصيف لكن بالنسبة للاشجار المتسقطة دي بتبقلمها قبل خروج النموات الجديدة يعني بقلمها في فترة الشتاء لان الاوراق كده ما بتكونش موجودة فبتكون الاشجار في حالة سكون ببتدي ان انا اقلمها قبل خروج النموات الجديدة طبعا هنا الميزة بتاعتها ان شكل التفريع بيكون واضح لعدم موجود اوراق وان الافرة بتكون خفيفة ده بالنسبة لموعد التقليم يبقى لو جالي في الامتحان موعد تقليم الاشجار المستديمة ان انا بقلمها في الربيع والصيد موعد تقليم الاشجار المزهرة ان انا بقلمها بعد التزهير موعد تقليم الاشجار المتسقطة ان انا بقلمها قبل خروج النموات الجديدة لان في الشتاء لان هي بتكون في حالة سكون بعد كده هنيجي نتكلم عن انواع التقليم بالنسبة عندي انواع التقليم في حاجة اسمها تقليم تربية يعني ايه تقليم تربية ان انا بعطي للشجرة شكل مميز للنوع والغرض المطلوب من اجله يبقى هنا انا زي ما انا قلت ان انا بعمل شكل هرمي بعمل شكل استواني فببتدي ان انا بدي للشجرة شكل مميز يبقى اسمها تقليم تربية بعد كده في حاجة اسمها تقليم سنوي طبعا التقليم السنوي ده انا بعمله كل سنة الغرض منه ان انا بشيل الافرة اللي هي بتكون مكسورة بتكون ميتة بتكون مصابة بتكون مزدحمة الغرض منها ان انا بحافظ على الشجرة او بحميها من الاصابة بالامراض بعد كده عندي تقليم التجديد طبعا بالنسبة لتقليم التجديد ده بيجرى للشجرة اللي بتكون اهملنا في تقليمها لفترة طويلة او للاشجار اللي هي بتكون مسنة كبيرة في السن ببتدي ان انا بعمل لها عملية تقليم ان انا بعمل عملية قرط للاشجار بتكون على ارتفاع من 3 الى 500 وبعد كده بعد ما بقلمها ببتدي ان انا اضف لها التسميد والرأي بحيث ان هي تبتدي ان هي تديني افرع جديدة وبعمل عملية تقليم التجديد ده في الربيع يبقى هنا تقليم التجديد ان انا بعملها للاشجار اللي هي انا اهملت في تقليمها لفترة طويلة او علشان اجدد احنا بنقولها تجديد شباب الشجرة بحيث ان انا بجدد الفروع بتاعتها ببتدي ان انا اقلمها على ارتفاع بيكون من 3 الى 5 متر ببتدي ان انا اقلم الافرع وبعد ما اقلم الافرع ببتدي ان انا بضيف لها التسميد والرأي ببتدي ان انا ارويها ده طبعا بيكون في الربيع بسمدها بحيث ان هي تبتدي او تشجع على تكوين افرع جديدة بعد كده عندي الخطوط العريضة لعملية التقليم الجيد طبعا بالنسبة هنا ده الفرع الرئيسي ده طبعا ده بيكون عبارة عن الفرع المركزي اللي بيحافظ عن انا المفروض ان انا بحافظ عليه عن باقي الافرع لان هو بيؤدي الى النمو الشجرة بالنسبة هنا عندي طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين فيه اللي هي بتكون افرع مثلا ده بقول عليه فرع بيكون مريض او مكسور او ميت ببتدي طبعا ان انا بعمله عملية ازالة ده طبعا بيكون فرع على شكل حرف فيه ده برضو بعمله عملية ازالة لانه ممكن يؤدي الى تشابق الافرع مع بعضها وممكن يؤدي الى حدوث جروحها بالافرع برضو ده بتكون افرع متشابكة ببتدي برضو ان انا اشيلها بعمل لها عملية ازالة بعد كده برضو بيكون تفريع زي ما حضراتكم كده شايفين بيكون على شكل حرف يو ده برضو بعمله عملية ازالة هنا في حاجة اسمها الاشطاء او الافرخ المائية وبعد كده في حاجة اسمها السرطانات هنبتدي ان احنا نتكلم عنهم يبقى ان هنا الفرع الرئيسي ده بيكون الفرع المركزي اللي يجب الحفاظ عليه عن باقي الافرع لان هو بيؤدي الى نمو الشجرة بعد كده عندي الاشطاء او الافرخ المائية طبعا دي بتكون عبارة عن مواتة بتكون لينة دي بتكون موجودة لكن نادر ممكن ان هي بتعمل عملية ازهارة او تزهر فيجب ان انا ازالتها يا خلاص ملهاش فايدة عندي فابتدي ان انا اعمل لها عملية ازالة لان انا لو سبتها هتبتدي ان هي يحصل تشابك في الافرع ويؤدي الى احتكاك الافرع مع بعضها وبالتالي يؤدي الى الاصابة بالامراض يبقى ده بالنسبة للافرخ او الافرخ المائية او الاشطاء بالنسبة بعد كده عندي السرطانات ان هي بتكون عبارة عن موات دي بتنمو بتكون اعلى الساق انا لو انا هعمل عملية تقاصر بالتطعيم يبقى انا هنا في الحالة دي انا ببتدي ان انا اشيل السرطانات ده في حالة التقاصر بالتطعيم علشان هنا ما تؤثرش طبعا بالسلب على الاصل او الطعم اللي انا هزرع به بالتطعيم بعد كده عندي الافرع المساعدة دي النموات جانبية بتكون موجودة في الجزع وطبعا بتكون غير مرغوب فيها زي ما انا قلت من شوية في الرسمة بتكون افرع على شكل حرف او على شكل حرف يو ببتدي ان انا اعمل لها عملية ازالة السرطانات السرطانات طبعا انا قلتها ان هي عبارة عن نموات دي بتنمو من قاعدة السوق هنا المفروض ان انا بشيلها او بعمل لها ازالة في حالة النباتات اللي بتتقاصر بالتطعيم طبعا ان انا الاصل بيكون ليه صفات مميزة وطبعا الطعم بيكون ليه صفات برضو مميزة فممكن هنا بيؤثر بالسلب على الشكل المطلوب بعد كده طبعا انا فيه افرع ميتة او مكسورة او مصابة طبعا المفروض ان انا بعمل لها عملية ازالة لتقليل انتشار الاصابة بالامراض بعد كده عندي قص المسطحات الخضراء بالنسبة القص المسطحات الخضراء عندي هنا طبعا المسطحات الخضراء احنا تكلمنا عنه في اول حلقتنا ان المسطحات الخضراء ان انا بقصها باستخدام ماكينات وان انا بقصها على حسب الغرض من استخدام المسطح فانا ببتدي ان انا بقص المسطح على حسب انا هستخدم المسطح الغرض منه فببتدي إن أنا بقصه بالارتفاع المطلوب بعد كده عندي قص الأسياجة بالنسبة لقص الأسياجة إن أنا يراه عند قص الأسياجة إن أنا في السنة الأولى أو في مراحل النمو الأولى طبعا الأفرع بتكون غضة بتكون لسطرية حتى يمكن توجيهها أو بإزالة تقصيرات النموات الجديدة عن الشكل المطلوب يبقى هنا في مراحل النمو الأولى إن أنا ببتدي إن أنا بعمل لها عملية إزالة بعد كده طبعا يراه في السنة الأولى من الزراعة إن أنا بقصها على ارتفاع يبقى هنا أنا ببتدي إن أنا في السنة الأولى أبتدي إن أنا بعمل لها عملية قص إن أنا بقصها على ارتفاع 50 سنتي لتنمو الأفرع الجانبية من القاعدة يبقى انا هنا ببتدي ان انا بقصها على ارتفاع 50 سنتي بحيث ان هي تبتدي ان هي تديني افرع جانبية طيب في السنة التانية انا هعمل ايه في السنة التانية انا هبتدي ان انا اقص او بشكل ببتدي ان انا احدد الاسياجة بقص عن طريق الافرع الجانبية بقص السياج هنا وان انا طبعا في السياج ان انا بعمل اشكال هندسية يبقى هنا قلت في السنة الاولى ان انا بقص على ارتفاع 50 سنتي وبعد كده علشان تبتدي ان هي تديني افرع جانبية من القاعدة وبعد كده في السنة التانية ان انا بعمل عملية قص او تشكيل للافرع الجانبية بحيث ان انا اشكل السياج اشكال طبعا بيكون بشكل هندسي بعد كده طبعا انا هنا عندي ان انا بعمل عملية قص السياج بعمله طول السنة بس يفضل ان انا ما عملوش اسناء الشتاء لان الشتاء النمو بيكون بطيئ يبقى هنا انا بقص السياج طول السنة بس معادة الشتاء طبعا في الاسياجة اللي هي بتكون مظهرة زي ما انا قلت برضو في الاشجار ان انا بقص بعد التزهير ان انا ببتدي ان انا اقص او اقلم بعد التزهير ده بالنسبة لقص الاسياجة بعد كده عندي تجديد الاسياجة بالنسبة هنا لتجديد الاسياجة ده بيتم عن طريق بيحصل فيه تخشب للنباتات وفيه ظهور فراغات في السياج لعدم قدراته على التجديد ده فانا ببتدي ان انا بعمل عملية قص للسياج طبعا قص جائر ده بيكون على ارتفاع من 20 الى 50 سنتيه بعد كده ان انا بعمل التجديد في الربيع وبعد كده ببتدي ان انا بعمل عملية تسميد عضوي ان انا بضع السماد في قنضة بيكون مجاور للسياج ده بيكون بعمق 50 سنتيه وبعد كده ببتدي ان انا بعمل عملية راي غزير علشان بعد كده تبتدي ان هي تديني او تندفع البراعم الساكنة للنمو تبتدي ان هي تديني نموات جديدة يبقى هنا تجديد الاسياجة ده بيتم عند تخشب النباتات وظهور فراغات في الاسياجة لعدم قدرته على التجديد ويتم قص السياج على ارتفاع من 20 الى 50 سنتيه يعني الارتفاع بتاعه بيكون من 20 الى 50 سنتيه هنا انا بجدد في الربيع وان انا بستخدم طبعا بعد ما انا بعمل عملية قص او تجديد للسياج ان انا ببتدي ان انا اسمده ان انا بضع السمات في خندق على عمقة 50 سنتيه وبعد كده ببتدي ان انا بعمل راي غزير فتندفع البراعم الساكنة للنمو ده بالنسبة لتجديد الاسياجة يبقى تكلمنا النهاردة عن النباتات العشبية المزهرة واتكلمنا عن التنصيقات الزهرية زات اشكال طبيعية واتكلمت عن التنصيقات زات اشكال هندسية واتكلمت طبعا عن انواع الحضائق وقلت انواع الحضائق حضائق عامة وحضائق الاطفال وحضائق الميادين وحضائق المنزلية وحضائق الاسطح واتكلمنا بعد كده عن صيانة النباتات اللي هي بتكون موجودة عندي في الحضيقة ان انا لازم اعمل لها عملية صيانة قلت بالنسبة للاشجار ان انا بعمل عملية صيانة للاشجار ان انا ممكن بشكل الاوراق فقط ان انا بشكل الصاق ان انا ممكن بعمل تشكيل النبات كله وبعد كده اتكلمنا عن انواع التقليم وقلت عندي تقليم تربية وقلت عندي تقليم سنوي وقلت عندي تقليم جائر واتكلمنا عن موعد التقليم وقلت تقليم الأشجار المتسقطة بتكون طبعا قبل خروج النموات الجديدة والمزهرة دي بتكون بعد التزهير وطبعا التقليم الصيفي ده بيكون فيه الربيع وبيكون فيه الصيف وتكلمنا عن بعد كده تجديد الأسيجة وقص الأسيجة وتكلمنا عن قص المسطحات الخضراء ده بالنسبة طبعا كان درس النهاردة حنتكلم إن شاء الله عن الإسبوع الجاي أو الحلقة القادمة عن الإحتياجات البيئية للنباتات المنزلية أنا بزرع نباتات منزلية إيه هي الإحتياجات البيئية اللي لازم تتوفر لها وبعد كده طبعا تكلمنا عن قلنا إيه هي ممكن يجي لي سؤال إيه هي العناصر المائية من أمثلة العناصر المائية حنقول البرك حنقول الفصاقي البحيرات الصناعية ده بالنسبة وبكده تكون انتهت حلقتنا وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة